أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين حنكمل كلامنا عن فريق بايرن ميونيخ خليني أبدأ بك أحمد عندنا أهم أرقام المدير الفني لبايرن ميونيخ طبعاً المدرب هنزف لك مسيكم من 3 نوفمبر 2019 أيه؟ لعب معهم 65 مباراة كسب 55 اتعادل 5 خسر 5 يعني كسب 55 من 65 مباراة جاب كام جون معهم أو اللعيبة جابت كام جون 206 جون بمعدل كان أكتر من 3 أهداف في المتش الواحد ده البايرن طبعاً كواه هجومية خارقة لاستقبال الأهداف 68 هدف في 65 متش ده برضو بيأكد أنهم دفاعهم فيه عليه علامة استفهام معدل استقبال الأهداف كل مباراة هدف في المباراة يعني البايرن بيجيب أكتر من 3 أهداف في المتش مع المدرب هنزف لك وبيستقبل بمعدل هدف في المتش الواحد طريقة اللعب المفضلة والدائمة ليه 4-2-3-1 اللي بيلعب بيه على طول منذ قدومه لبايرن ميونيخ حصل على خمس ألقاب مع البايرن وبيطمح فيه السوداسية اللي هي الكاس العالم للأندية أخذ الدوري الألماني أخذ دوري أبطال أوروبا أخذ كاس ألمانيا وحصل على كاس السوبر الألماني وكاس السوبر الأوروبي وطامح لتحقيق السوداسية بالحصوله على كاس العالم للأندية